حذر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق شؤون الإنسانية أوتشا من أن الوضع الإنساني الكارثي في قطاع غزة يتدهور بسبب الموجات المتكررة للنسوح وظروف الاقتضاد وانعدام الأمن حذر المكتب من أن استمرار الأعمال القتالية وأوامر الإخلاء والنقص الحاد في المواد الضرورية يزيد صعوبة حصول الأسر النازحة على الخدمات الأساسية في المواقع التي يصلون إليها ومنذ أكتوبر وضع 86% من مساحة قطاع غزة تحت أوامر الإخلاء ويتركز معظم سكان غزة بشكل متزايد في منطقة خصصتها سلطات الاحتلال في المواصي ووفق أوتشا فإن الكثافة السكانية في هذه المنطقة زادت إلى ما بين 33 و34 ألف شخص لكل كيلو متر مربع مقارنة بنحو 200 شخص قبل أكتوبر الماضي ترجمة نانسي قنقر